إن التمكين في هذه الأرض إنما هو للمؤمنين ولذا قال عز وجل على أحد قولي المفسرين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال عز وجل لما قالت بن إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام قالوا أوذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما شلتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم يستخليفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقال تعالى ولم يروا أن نأثي الأرض ننقصها من أطرافها فنقصان أطراف الأرض على أحد قولي المفسرين هو أن يفتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين البلاد فهذا هو نقصان أطراف الأرض وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية